السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأقوم بشرح نماذج مراجعة الوحدة السادسة والسابعة من كتاب الإنجليزي للصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الثاني وقد قام بعمل هذه النماذج الأستاذ أسماء والأستاذ راشد جزاهم الله كل خير قبل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معاي في القناة ونبدأ بسم الله بالنموذج الأول للوحدة السادسة السؤال يقول علينا أن نختار الإجابة الصحيحة السؤال هنا بدأ بـ لأننا نتحدث عن مجموعة إذن هل هناك ستائر في المطبخ؟ هناك أشجار في الساحة هنا اخترنا آر لأننا أيضا نتحدث عن مجموعة أشجار ليس هناك أي أزهار في غرفة الطعام؟ اخترنا هنا نفي مع آر لأننا نتحدث عن مجموعة أزهار ودائما إني تأتي مع الجملة المنفية نحن نقرأ ونكتب في الصف اخترنا آند لأننا نعدد الأشياء التي نفعلها في الصف هل تكتب بقلم الرصاص أو بقلم الحبر؟ إذن هنا سألنا بهذا أو هذا يوجد تخيير ننتقل إلى السؤال الثاني افعل ما يطلب منك بين الأقواص السؤال يقول علينا أن نصحح ما تحته خط في الجمل هنا يوجد تلفاز واحد إذن لأنه مفرد لا نقول آر إنما نقول إز هنا يوجد تخيير ما بين القهوة والشاي فعند التخيير نقول آر وليس آند كون سؤال وأجب عليه هناك مكتب في غرفة النوم عند تكوين السؤال ويكون أي إجابته إما ياس أو نوم نبدل ما بين الفعل المساعد وما بين إذن نقول ونكمل الجملة الإجابة إن كانت ياس نقول من نفس السؤال أو هنا المطلوب أن نستخدم لنربط ما بين هاتان الجملتان إذن سنقول إذن نستخدم عندما تكون هناك جمدة مثبتة والأخرى منفية هنا المطلوب أن نختار الإجابة الصحيحة السجادة هي تحت الطاولة هنا الصورة نرى أن السجادة تحت الطاولة الولد هو خلف الكنبة إذن هنا في الصورة الولد مكانه خلف الكنبة القطة هي فوقة on تعني فوق الصندوق ننتقل إلى حل النموذج الآخر أيضا للوحدة السادسة للصفة الأول المتوسط السؤال يقول اختار الإجابة الأفضل لنملأ الفراغات في كل سؤال السؤال الأول يقول يعني هناك يوجد مرأة إذن سنختار الإثبات وليس النفي واخترنا لأن المرأة هي مفرد نمبر 2 إذن هنا ظهرت وإني دائما تأتي مع الجملة المنفية لماذا اخترنا لأن جمع وليست مفرد إذن هنا جملة مثبتة وجود الأزهار على الطاولة لأنهم يبدون بشكل رائع إذن سنختار لأن فلاورز أيضا جمع الغاز الذي نطبخ عليه هو تحت القدر أو الطنجرة إذن سنختار أنا لا أستطيع رؤية اللامبة لأنها خلف الحائط إذن هنا سؤال وسألنا عن طاولة واحدة إذن سنسأل ب والإجابة أيضا كانت بـ there is في النفي write or but or and to fill in the blank اكتب إما or أو but أو and لنملأ هذه الفراغات هناك يوجد سرير وخزانة في غرفة النوم إذن سنكتب and لأننا نعدد there is a stove in the kitchen but there isn't a dishwasher هناك يوجد غاز في المطبخ لكن لا يوجد غسالة صحون you can read a book or watch TV إذن هنا يوجد تخيير يمكنك قراءة كتاب أو مشاهدة التلفز ننتقل إلى البوكابلاري المفردات choose the best answer to fill in the blank in each question اختار الإجابة الأفضل لتملأ الفراغات في كل سؤال the armchairs are in the living room ماذا يوجد في غرفة المعيشة؟ يوجد الكرسي ذو الذراعان the pot is on the stove القدر أو الطنجرة هي فوق الغاز the tree is in the garden الشجرة هي موجودة في الحديقة the washer and dryer are in the laundry room الغسالة والنشافة هم موجودين في غرفة الغسيل the flowers are in the garden الأزهار موجودة في الحديقة the car and motorcycle are in the garage السيارة والدباب موجودين في الغراج السؤال التالي write the correct word under the picture علينا أن نكتب الكلمات تحت الصور المناسبة لدينا armchair كرسي ذو ذراعان إذن سنكتب armchair هنا tree الشجرة هنا cave الكهف هنا choose the correct letter علينا أن نختار الحرف الصحيح الذي يكمل الكلمة sound system نظام الصوتيات إذن كلمة system الحرف الناقص هو حرف t cave house مسكن الكهف إذن كلمة house ينقصها حرف الاس ننتقل الآن إلى حل الوحدة السابعة choose the correct answer علينا أن نختار الإجابة الصحيحة we live on the twelfth floor نحن نعيش على الطابق الاثنى عشر إذن عندما نتحدث عن طوابق في المبنى دائما نستخدم on سامي is smart إذن هنا صفة لسامي أنه ذكي علي lives in جدة علي يعيش في جدة إذن في المدن نستخدم دائما in healthy food is better than fast food إذن الطعام الصحي هو أفضل من الطعام السريع إذن هنا نقارن ما بين شيئان وظهرت than والتي تعني من إذن سنختار أسلوب المقارنة ما بين شيئان وهي better أحمد is the tallest student in the class أحمد هو أطول طالب في الصف هنا أسلوب تفضيل وظهرت than إذن سنختار tallest إذن عندما تأتي than في الجملة فإننا نختار أسلوب المقارنة ما بين شيئان أما إذا ظهرت than إننا سنختار أسلوب التفضيل السؤال الثاني do as shown between brackets افعل ما يطلب منك بين الأقواس المطلوب correct أن نصحح الأخطاء التي وضعت تحتها خط I live in main street عندما نتحدث أيضا عن الشارع الذين عيشوا عليه فإننا نقول on وليس in summer is the hotter time of the year هنا أسلوب تفضيل وجاءت the إذن سنقول hottest the park is beautiful in the spring than in the winter إذن هنا نقارن ما بين شيئان وظهرت than لكن صفة beautiful هي صفة طويلة عند قراءتها نقسمها إلى مقاطع إذن في أسلوب المقارنة كلمة beautiful تصبح more beautiful add er المطلوب أن نضف er لكل الصفات الموجودة هنا big تصبح bigger ندبل حرف الجي ونضف er cute تصبح cuter old older cold colder add est علينا أن نضف est لهذه الكلمات easy تصبح easiest سنلغي حرف ال y ونحوله ل i ونكمل est fast fastest hot hottest سندبل حرف t small smallest choose the correct answer علينا أن نختار الإجابة الصحيحة the mouse is under the table الفأر هو تحت الطاولة وهنا في الصورة توضح أن الفأر هو تحت الطاولة the fox is next to the tree الثعلب هو بجانب الشجرة وهنا الصورة توضح ذلك unscramble the words علينا أن نعد ترتيب حروف الكلمات لنكون الكلمة الصحيحة الكلمة الأولى بعد أن نرتب حروفها هي mall وتعني مركز التسوق الكلمة الثانية هي park وتعني الحديقة الكلمة الثالثة هي bank وتعني البنك أما الكلمة الرابعة فهي box store وتعني المكتبة match the correct word for each picture علينا أن نصل كل كلمة بالصورة المناسبة لها hotel فندق الصورة هي هذه supermarket هذه mall مركز التسوق هذه choose the correct answer أيضا علينا أن نختار الإجابة الصحيحة a place to eat المكان الذي نأكل فيه هو restaurant مطعم a place to take a walk المكان الذي نتمشى فيه هو park الحديقة ننتقل أيضا إلى نموذج الوحدة السابعة choose the best answer to fill in the blank in each question أيضا علينا أن نختار الإجابة الأفضل كي نكمل الفراغات I live on the third floor أنا أعيش على الطابق الثالث إذا عندما نتحدث عن الطوابق في المبنى فإننا نختار on the pharmacy is next to the bookstore الصيدلية هي بجانب المكتبة هنا نلاحظ أن الصيدلية بجانب المكتبة راشد lives in جدة إذن راشد يعيش في جدة كما ذكرت في المدن نختار in he lives on first avenue إذن كما ذكرت عندما نتحدث عن الشارع الذي نعيش فيه نختار on go straight إذن هذه الإشارة تعني أن نذهب بخط مستقيم للأمام yesterday was the hottest day of the year البارحة كان يوم أكثر حرارة من أيام السنة إذن هنا أسلوب تفضيل إذن سنختار the hottest لم نقارن ما بين شيئا complete the sentences with the comparative or superlative forms of the adjectives use the before superlatives إذن علينا أن نكمل هذه الجملة إما أن نستخدم أسلوب المقارنة عند ظهور than أو أسلوب التفضيل التي يسبقها the وهنا قلنا لا ننسى أن نكتب the قبل أسلوب التفضيل the bookstore is ولدينا كلمة popular إذن popular كلمة طويلة عند قراءتها قسمناها إلى مقاطع وهنا نقارن the library إذن نقارن ما بين el bookstore والlibrary والصفة popular طويلة إذن سنقول more popular the restaurant has the worst food in the town إذن bad وتعني سيء في أسلوب التفضيل تتحول إلى worst ولا ننسى أن نكتب the the park is more beautiful in the spring than in the winter إذن هنا نقارن الحديقة في فصل الربيع والشتاء وظهرت than ولدينا الصفة الطويلة beautiful إذن سنقول more beautiful ننتقل إلى البوكابلاري المفردة choose the best answer to fill in the blank in each question إختر الإجابة الأفضل لتكمل الفراغات is there a restaurant near here? I am hungry هل يوجد مطعم بالقرب من هنا لأنني جائع إذن سنختار مطعم I buy vegetables from the supermarket on the corner of main street and elm street إذن نشتري الخضار من السوبر ماركت I enjoy walking in the park on oak street إذن أنا أستمتع في أن أتمشأ أين في الحديقة we can buy medicine from a pharmacy إذن نستطيع شراء الأدوية من الصيدلية the park it is a place to take a walk إذن الحديقة هي المكان لنتمشى به is there a place with many stores near here? yes there is a mall in oak wood إذن هل يوجد هناك مكان به العديد من المحلات بالقرب من هنا؟ نعم يوجد مركز تجاري في oak wood السؤال التالي write the correct word under the picture اكتب الكلمات الصحيحة تحت كل صورة health club النادي الصحي الصورة الدالة عليها هي هذه turn left نلف إلى اليسار الصورة الدالة عليها هذه park الحديقة سنكتب park هنا choose the correct letter علينا أن نختار الحرف الناقص الصحيح للكلمة I live إن جدة كلمة live ينقصها حرف ال-V station محطة كلمة station ينقصها حرف T والآن وصلت إلى نهاية شرح نماذج المراجعة للوحدتين السادسة والسابعة للصفل الأول المتوسط الفصل الدراسي الثاني إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضعوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه في القناة الولايك في القناة والمتوسط الفيديو والمتوسط